اهتمام محلي وإقليمي بالقمة المشتركة المزمع عقدها بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد وملك الأردن الملك عبدالله الثاني ورئيس وزراء العراق مصطفى القادمي والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى الخليفة ومن المقرر أن تتناول القمة المرتقبة سبل تعزيز العلاقات المشتركة في مختلف المجالات ومن بينها ملفات الطاقة والغذاء وتعزيز الروابط بين الدول المشاركة في ظل التدعيات الاقتصادية العالمية كمان بتتضمن المباحثات ملفات التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري وبحث إقامة مشروعات استثمارية بتعود بالنفع على شعوب الدول والمنطقة العربية كمان بتركز القمة على ملفات الأمن القومي العربي في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية فضلا عن توسيع نطاق آلية التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق بمشاركة الإمارات والبحرين فيما يخص تعزيز التعاون العربي وفي إطار الاستعداد للقمة استابل السيد الرئيس بالأمس بمطار العربين رئيس دولة الإمارات لقاء الزعيمين تناول تبادل الرؤى وجهات النظر تجاه القضايا الدولية والأمن الإقليمي والأوضاع الراهنة بالمنطقة العربية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر